بعد يومين من فك الحصار عن أكبر مصفات نفط في العراق علن محافظ صلاح الدين رائد الجبوري نجاح القوات العراقية المدعومة بقوات الحجد الشعبي في استعادة السيطرة على مصفات بيجي الاستراتيجية يأتي ذلك فيما قتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش بغارات جوية للطيران العراقي في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينبا بلا هواد ولا توقف تسير العمليات العسكرية المنسقة ضد تنظيم داعش الارهابي في العراق واستعادت القوات العراقية مصفات بيجي النفطية ومساحات واسعة من القضاء وفي الأنبار شن الطيران الحربي العراقي غارات جوية مكثفة على مواقع المسلحين في منطقة أمويس وبين ناحيتين السعادية والمقدادية شمال شرق بعقوبة فيما قالت عمليات محافظة الأنبار إحدى تشكيلات الجيش العراقي إن مواجهات واشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم وقعت أيضا في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة في المقابل وبعد هجوم فاشل تصدت له القوى الأمنية فجر الإرهابيون جسر الشامية قرب قضاء هيت لعرقلة تقدم قوات الجيش في موازات ذلك أعلنت سلطة القضائية الاتحادية إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين تابعين لداعش بعد إغرارهم باشتراكهم في أهجمات تعرضت لها بعض أحياء العاصمة بغداد مؤخرا أحدها راح ضحيته النائب أحمد الخفاجي في الأثناء أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إن طيارين عراقيين يتدربون في أمريكا سيقومون بطلعات قتالية شهر المقبل مبينا أن طائرات F-16 ستدخل الخدمة فعليا بعد منتصف العام المقبل سياسيا يقوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم بزيارة للعاصمة السعودية الرياضة وذلك لزعم تطور العلاقات التي حققها كل من رئيس الجمهورية فهد معصوم ووزير الخارجي إبراهيم الجعفري خلال زيارتهم السابقة للسعودية